عندنا طبعا الناس جدا جدا كتبت لكن كان حاجة مهمة جدا 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 إن التكريم ييجي من زي ما يقوله رب الأسرة والرئيس السيسي والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بينشر تصريح وبيقول فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد بفوزه ببطولة العالم مشيدا سيدته بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني ليصبحوا نموذجا يحتزى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات كلام مهم جدا جدا بس لازم أضيف حاجة مهمة جدا إن المدرب الوطني أو المدرب المصري إدري حقق الثلاث بطولات أو الثلاث مديليات لتحققوا على إيد مديرين فنيين مصريين كابتن جمال شمس رحمة الله عليه 93 كابتن طارق محروس وهو المدير الفني المنتخب 98 معا كابتن هني الفخراني عشان ما ننساش حد خالص وفي نفس الوقت كابتن مجد المجد معا كابتن حسين زاكي وكابتن حمادة الروبي كلهم مصريين أعتقد أن المصريين زي ما سيادة الرئيس قال إن المدير الفني الوطني المصري هو اللي يقدر يقود استفينة دائما وأبدا في حياته في نجوم كتيرة ورئاسة مجلس الوزراء أيضا عملت بيان وقالت فيه مجلس الوزراء يهنئ منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم